الحمد لله الذي باسمه تتم الصالحات الحمد لله على خروج العشرات من أحرار البلاد من معتقلات العصابة الحمد لله الذي وفق شعب الجزائري حرار شعب الجزائري حراك شعب الجزائري ثورة الشعب الجزائري انتفاضة الشعب الجزائري أن ضغطت على العصابة لكي يخرج بعض إخواننا خرج الجزء اليسير في الحقيقة ما زال هناك ربما لو كنا نجمعهم كلهم المئات أقل شيء خلنا نقوله ما زال هناك أربعمائة خمسمائة ستمية لا أحد يعرف بعض التقديرات تضحهم في حدود الألف لأنها كانت اعتقالات تعسفية بدون قانون كان آل اعتقالات كانت اعتقالات تليفون دولة الحنوشة أمارت فنفذت الواجهة المدنية هل هي خطوة في الاتجاه الصحيح لا شك في ذلك هل هي خطوة يجب أن تتبع خطوات في الحقيقة هذه خطوة من ألف خطوة وهذا خروج هؤلاء الأحرار اليوم بعد الله سبحانه وتعالى هو بفضل الشعب الجزائري الذي لم ينساهم يوما ولم يسكت يوما كان يرفع اسماهم يرفع شعاراتهم يرفع صورهم للكثير منهم خاصة خاصة للمعروفين منهم من أمثال أخونا المجاهد لخضر مرقع هذه خطوة ضمن الألف الخطوة اللي على الجماعة الحاكمة أن تلتزم بها وتبدأ في تنفيذها وحالا اليوم كالمفروض أني أنهي الهدنة التي كنت قد أعلنت عليها من طرف واحد الالتزام اللي كنت أعلنت عليه من طرف واحد بعد أن تم تعيين تبون رئيسا للجمهورية وهو تعيين ولذلك سميه رئيس الجمهورية لأنه ليس منتخب ونحن لا نعترف بها أنه منتخب ولن نعترف به أبدا على أنه منتخب لأن الانتخابات كانت مزورة هو يعرفها والذين معه يعرفونها جيدا لكن بعد تعيينه وبعد تعيين شنغريحة خلف لجيد صالح والشخصيا سألتزم من ناحيتي ببضعة أيام ربما أسبوع إلى عشرة أيام قبل أن نواجههم بقوة وكان المفروض أن هذه العشرة أيام تقريبا انتهت اليوم أو تنتهي اليوم لكن إقدامهم على هذه الخطوة وهي خطوة إطلاق صراح لحد الآن حوالي معلومات التي لديهم في حدود 76 من الأفاضل من الأحرار يخليني صراحة أمدد هذه المهلة حتى نعطوهم فرصة أكبر للقيام بخطوات يجب أن يقوموا بها وملزمين أن يقوموا بها حتى وفق الدستور الذي أقسم عليه تبون لكنها بالحقيقة لم يطلقوا إلا الجزء اليسير 51 من العاصمة من سكان العاصمة 6 من سكان شلف 2 من تلمسان 2 من طارف 4 من واتسوف 2 من وهران 3 من قسنطينا 2 من تيبازا 1 من بومرداس و1 من تيسمسيلت هذه المعلومات التي لديها تقريبا حتى قبل حوالي نصف ساعة من الآن على رأس أولئي كان أخونا الكبير المجاهد لخضر بركة اللي فجأني وأنا أتابع بكل سرور هروج الأحرار من معتقل العصابة هو أنه نفس القنوات اللي كانت شنت هجوم عنيف وعنيف جدا على الأخضر بركعة إلى غاية أن بعضهم قالوا أنه حركي وأنه لم يقم أبدا لا بالجهاد ولا بالثورة ولا يحزنون نفس القنوات نفس القنوات كانت تضع في شرائطها وفي أخبارها إطلاق صراح المجاهد الأخضر بركعة إذا يثبت شيء هذا هو أننا أمام بلطجية بلطجية لديهم قنوات إعلام بلطجية لديهم مواقع على الأنترنت بلطجية لديهم أمن ولديهم شارع بلطجية حينما اعتقل فيه جوان شنوا عليه هجوم عنيف الأخضر بركعة أكمل كان اعتقاله في نهاية جوان نحن الآن في بداية يناير معناها أكمل أكثر من ستة أشهر ووصلوا إلى درجة أنه نزعوا عليه تاريخه لكي تعرفوا كيفاش هذه المجموعات وهذه الجماعات اللي متحكمة في البلاد ليس لها أدنى حد من الخلق لا في الخصومة ولا في الصداقة ولا ما عندهمش خلق كان بالإمكان اعتقال لما أعتقل لأخضر بركعة كان يكفيهم أن يقولوا أنه كما قالوا مس بمعنويات الجيش جيش تعقفريط اللي يطلق تصريح يمس بمعنوياته ما فيش أحد أهان الجيش ويمس بمعنوياته ولا يزال مثل قادة الجيش أكثرهم أو كبارهم باش نكونوا دقيقين إذن الأخضر بركعة اليوم يسمى المجاهد في قنوات صحاب شكرا البارح كنت أقول لكم سترون العجب اليوم هذا جزء من العجب مازال جاي العجب الأكبر ما زال جاي شي عجيب رأو جاي في الطريق إلى درجة أنهم سيقومون بسجن الذباب الكبير بما فيهم السفهاء والسفهات الكبيرات سيقومون باعتقالهم أو سجنهم أو طالب منهم أن يغادروا البلد يعني أنهم سيعتقلونهم لأنهم الخطة التي يرسمونها يعتقدون أنهم يستطيعون يخادروا بها الشعب الجزائري غدا ستكون جمعة 46 واحدة من أكبر الجمعات على الإطلاق لتأتي تثبيت لهذا الحرك هذه الجماعة ما تسحاش تخاف ما تسحاش هؤلاء ما يعترفوش بالضعيف ما يعترفوش باللي يطالب ما يعترفوش يعترفوا باللي يخرج ويواجه ويقاوم ويطالب بأن الشعب الجزائري حر ومصمم على أن يبقى حرا هذه هي أول جملة في الدستور إذن هذا اليوم إذ نرحب بهذه الخطوة لكن أولا نعتبرها أن أصلا هؤلاء ما كان لازم أن يعتقلوا اعتقلوا اعتقال تعسفي أن هؤلاء لن يكتمل هذه الخطوة لن تكتمل إلا بإطلاق صراح جميع من اعتقل بداية من أفريل شوفوا أخوان باش تعد الأمور واضحة لما نقولوا أن هؤلاء أحيانا يطبقوا نظرية الحاخام واليهود الفقير واليهود الفقير نظرية الخنزيع في أفريل كل هؤلاء اللي راكم نشوفوا فيهم في السجن أو تلقى صراحهم من قبل أو اليوم لم يكونوا في السجن بمعنى وحتى نكون هنا منصفي حكم بودفليقع البائس المجرم الذي دمر البلاد مع ذلك لم يعتقل حتى لما كانوا يعتقلوا مرات كانوا يتبقوا مباشرة للناس أي أن الذي اعتقل هؤلاء هو في الحقيقة حكم الجنيرالات المباشر بقيادة قيد صالح هذا إذن مشكلهم خلقوه وهنا يتبقى نظرية الحاخام واليهود الفقير نظرية الخنزير تستطيع الناس أن تكتب راني كنت تكلمت عليها من قبل في هذا الموضوع وهو خلق المشكلة ثم الادعاء بأنهم يكونوا بحلها ويطلقوا ذبابهم سواء في القنوات أو في الجرائد أو في المواقع على أساسها ويطلقوا الاخر وكأن الناس لما خرج في فبراير كانت خرجت من أجل إطلاق صراح المعتقلين تعسفا وبطريقة غير قانونية وبطريقة عنيفة في كثير من الحالات إذن لا تمنوا علينا فإطلاق هؤلاء طبيعي جدا إطلاق هؤلاء عادي جدا إطلاق هؤلاء يجب أن يتبعوا إطلاق الآخرين كل الآخرين بلا استثناء ويجب أيضا أن هؤلاء يتلقوا واحد الاعتذار على سجنهم واعتقالهم لأنه كان اعتقالا تعسفيا خاطئا وهم يعترفون بذلك طريقة غير مباشرة اليوم اثنين تعويضهم على سجن الاعتقال ثالثا إلغاء كل ما نتج على هذا السجن خاصة بالنسبة للناس الذين صدرت في حقهم أحكام والواقع لنا لا نطال فقط بيجب إطلاق كل ما نعتقل ولكن أيضا الذين يخضعون للرقابة القضائية ما يسمونها بالرقابة القضائية وهم بالعشرات من بين هؤلاء أخونا الدكتور أحمد بن محمد اللي وضع في شبه إقامة جبرية ويمنع من خروج بيته أو حيه يوم الثلاثاء والجمعة والمشاركة في أي شيء هذا على سبيل المثال وهناك غير كثيرين وهناك أيضا الذي يمنع في الحقيقة منذ سنوات ورغم تبدل وجوه العصابة المدنية والعسكرية إلا أنهم مازالوا تبقى له نفس الأسلوب وهو علي بالحاج الذي يمنع من الصلاة أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى يمنع علي بالحاج من الصلاة الجمعة ويمنع من المساجد ويمنع من الجنازات وفي كثير من الأحيان مونعة حتى من الأعراس أو من لقاء ناس أو أصدقاء وليس فقط علي بالحاج وحمد بن محمد وإنما الكثيرين كثيرين نرهم تحت الرقابة التي لا تقول اسمها تحت الرقابة القضاية أحياناً وأحياناً حتى ما يسموهاش وأحياناً إقامات جبرية بدون معنى إذن هذه الخطوة يجب أن تطبعها خطوات ويفهم تبون كما قلت نحن لا نعترف به كرئيس ولكنه موجود في الواقع باعتباره موجود في الواقع فإن المبدأ الذي سنطبقه معه كما طبقناه من قبل مع جايد صالح والذين كانوا يتابعونني في أفريل كانوا يعرفون أني بقيت حوالي ثلاث أسابيع منذ تسلم الجايد صالح حكم مباشرة وأنا شخصياً أتكلم معه بقمة اللين وبقمة الهدوء وبقمة الأقلانية فتبون ومن خلف الحكام الحقيقيين الجنرالات وعلى رأسهم شنغريحة يجب أن يسارعوا إلى اتخاذ خطوات سريعة الوقت ينفذ وينفذ بسرعة ومن جملة الخطوات اللي يجب أن يتخذوها وعلى السريع وقف البلطجية كل أنواع البلطجة سواء بلطجة القنوات أو بلطجة الجرائد أو بلطجة المواقع يوتيوب فيسبوك تويتر انستجرام وغيرها وبلطجة الشارع كما شاهدنا في الجمعة الماضية بل أن وجوه اللي تصدرت الإعلام في فترة بودفليقة وفي فترة قيد صالح يجب أن تختفي إذا أرادوا أن يكون هناك شعور إذا أرادوا أن يضعوا نوع من الثقة بينهم بن شان ليس باعتبارهم حكام شرعيين وإنما باعتبارهم حكام فعليين أمر واقع ليس أكثر أنا شخصيا وحركة رشاد لن تعترف أبدا بأي حاكم لا يأتي بانتخابات حرة وعادلة وصادقة ونزيها فعلا وأعتقد أن هذا رأيي الأغلبية العظمى من شعب الجزائري الحاكم الذي لا يأتي بإرادة شعبه لن يخدم شعبه سينظر لمن أتى به لكي يخدمه قبل أكثر من عشرين سنة كنت أقول قل لي من يأتي بك إلى الحكم أقول لك من تكون وفي صالح من ستعمل إذن بالخطوات الوجوه الإعلامي البائسة بعض المدران تاع القنوات يجب أن يختفوا لأن هؤلاء ليسوا صحفيين ولا علاقة لهم بالصحافة ولا بوجهة النظر هؤلاء مدلسين كاذبي ولعلكم شفتم الواقع اليوم انتع المجاهد لخضر برقا الذي كان حركي وكان لم يقوم بالجهاد وكان من يشعرف وش دار وكان يوم أمرهم سيدهم المقبور في موضوع البلطجة على الأنترنت أنا أقول لهؤلاء اللي رميح مولان والله ما زادنا قبحهم وبدأتهم إلا شراسة في المواجهة وهنا نقولها لكم كلما استمر الذباب وهو يلقي بقبحه وبذاته وبالكلام الفاحش كلما زادنا تصميما وشراسة على مواجهة أسياد الذباب فخيروا يستمر الذباب سيستمر الشعب الجزائري شراسة في مواجهتكم وأنا أحد من هؤلاء الشعب من هذا الشعب وطبعا البلطجة منتع الشارع اللي شفناها الجمعة اللي فاتت يجب أن يكون هناك الذين أقدموا على البلطجة والذين أشرفوا عليها من كبار المسؤولين منتع الشرطة منتع المخابرات في كثير من الولايات يجب على أقل شيء أن يتم إطاحة بهم من موقعهم وأقل شيء في الوقت الراهن إذا ليس محاكمتهم هو أن يذهبوا إلى التقاعد في انتظار أن يأتي الشعب يوما ما ويحاكمهم على ما فعلوا وعلى الناس لضربوهم وعلى الناس كأن الناس نحول معينيهم يعني وعلى الناس لهجموهم لن نسكت على أي حق بإذن الله سنظل نطالب به